أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين الأجواء اليوم مشمسة معظم الوقت مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة متوقع مساء اليوم أن الأجواء راح تميل إلى البرودة قد تصل الصغرة في بعض المناطق إلى 18 و 17 درجة مئوية وتنخفض إلى 13 درجة مئوية ما بين الشقاية والسالمي لذلك حطوا بالكم وثقلوا في اللبس لأنها خاصة فترة تصفر وتكثر فيها الأمراض نتعرف أكثر على الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء معتدلة مشمسة الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 13 كيلو متر في الساعة درجة الحرارة 27 درجة مئوية الرطوبة النسبية 20% أما الرؤية الأفقية ممتازة تجاوز 10 كيلو متر صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجعهم على دولة الكويت مع عبور كمية من السحب على أقصى شمال المملكة العربية السعودية لازلنا تحت تأثير المرتفع الأوروبي التي تصاحبها كتلة هوائية باردة أثرت في انخفاض نسبي وملحوظ ومفاجئ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية ومستمر معنا خلال اليومين القادمين مع رياح شمالية غربية أحيانا إنها متقلبة لاتجاه وأيضا سنلاحظ عبور كمية من السحب ابتداء من منتصف يوم الغد الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة السرعة تصل سرعتها إلى 28 كم في الساعة أجواء تميل إلى البرودة خاصة على المناطق الغربية تصل إلى 14 درجة مئوية في الشقاية والسالمي 16 في المطلع وكذلك مدينة الجهرة في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية ترتفع إلى 20 و21 على الساحل الأجواء في ساعات الصباح الأولى من يوم الغد ستكون أجواء معتدلة مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة ومتوقع أيضا أن تكون أجواء باردة نسبيا تصل الصغرة في يوم الغد ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي 10 في الشقاية والسالمي 14 في العبدالي ومثلها في الوفرة ونويسي منتصف يوم الغد أجواء راح تكون مشمسة معظم الوقت وحارة نسبيا تصل العظمى في بعض المناطق إلى 26 و27 درجة مئوية أيضا أجواء راح تكون غائمة جزئيا راح تبدأ تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق ورح تستمر مع أن الرياح شمالية غربية تصل إلى 32 كيلو متر في الساعة أجواء لطيفة ومناسبة لممارسة الأنشطة البحرية مساء يوم الغد راح تستمر الأجواء معتدلة مع الرياح شمالية غربية إلى متقلبة لاتجاه أحيانا راح تظهر أيضا بعض السحب العالية المتفرقة ودرجات الحرارة حول المعدل ما بين 16 في الشقاية والسالمي 19 في العبدالي 18 جنوب البلاد و18 إلى 19 ما بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي 22 إلى 23 على المناطق الساحلية البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف لمعتدل الموج ارتفاع الموج ما بين 1 إلى ثلاث قدم أجواء مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية وهذه الفترة من فترات الحمل التي تكون فيها تيارات الماي قوية المد الأول باتشر راح يكون الساعة 11 و50 دقيقة صباحا المد الثاني الساعة 11 و25 دقيقة مساء الجزر الأول الساعة 5 و50 دقيقة صباحا أما الجزر الثاني ساعة 45 دقيقة مساء المواقيت بدنا الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير راح يكون الساعة 4 و51 شروق الشمس الساعة 6 و13 دقيقة أما موعد أذان المغرب راح يكون الساعة 4 و52 دقيقة التقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة باتشر راح تكون رياح شمالية غربية إلى متقلبة لاتجاه أحيانا تصل سرعتها إلى 28 كم في الساعة العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية أيضا راح تبدأ تظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق من منتصف يوم الغد راح تكون ملحوظة أكثر في يوم السبت مع قلبة الهواء إلى جنوب شرقي تصل سرعتها إلى 26 كم في الساعة العظمى في يوم السبت 27 والصغرى 15 درجة مئوية يستمر معانا الهواء الجنوب الشرقي في يوم الأحد مع فرص لبعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق في يوم الأحد والأثنين مع استمرار رياح جنوبية شرقية إلى يوم الثلاثة العظمى المتوقعة ما بين 27 إلى 29 أما الصغرى ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية إذا المشاهدين لمزيد من التفاصيل حول الطقس يقدرون تتابعون حساب إدارة الأرصاد الجوية في مواقع التواصل الاجتماعي تنتهي جولتنا الجوية ونعود إلى ستيديو الزملاء سوهز بيتا وصالح الشمالي لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم